وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل مع الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ ملفات التعاون المختلفة وكذا تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات المعقعة بين الجانبين وفي قتم جلسة المباحثة الموسعة التي ترأسها رئيسة وزراء مصر والعراق وجه مدبولي بتقديم تقرير شهري حول مدى تقدم أعمال التنفيذ مؤكدا أنه سيبقى على تواصل دائم مع نظيره العراقي لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وترجمتها على الأرض ويأتي ذلك فيما ترأس مدبولي والسوداني أعمال الدورة الثانية لللجنة العلية المصرية العراقية المشتركة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بالوجود في العاصمة الإدارية الجديدة مشيدا بهذا الإنجاز العظيم الذي يتسم بكفاءة في التخطيط والتنفيذ مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ومشيرا إلى ما يربطهما من مصلحة وطنية وقومية